نظمت جامعة أسوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور أيمن أثمان رئيس الجامعة ندوة توعية وتثقفية للطلاب والتي استضافتها كلية التربية تحت عنوان سماحة الإسلام وقبول الآخر أكد الدكتور لؤي سعد الدين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب أن هذه الندوة هي إحدى الندوات التي ينظمها قطاع شؤون التعليم والطلاب بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب المركزية بالجامعة والتي تستهدف تنمية الوعي والمعرفة لدى طلاب الجامعة والعمل على تعزيز الانتماء والولاء للوطن ونبد التنمر والتمييز والعمل على قبل الآخر وخلال الندوة ألقى الدكتور مرتجي عبد الرؤوف مدير عام منطقة الوعظ بأسوان محاضرة عن فضل التسامح والعف في كافة الأديان السماوية وتناول الدكتور أحمد كامل الرشيد خلال كلمته أهمية الحب بين الآخرين وأنه من تمام الإيمان كما اختثمت الندوة بنقاش وحوار للرد على أسئلة الطلاب وتعظيم قيمة التسامح في نفوس الطلاب ونشره بين الجميع وقبول الآخر ترجمة نانسي قنقر